تمام. طب تعالى بقى ناخد لقطات من مباراة الزمالك وبارامنز عشان الحراك قلته ده. انه كان فيها كان فيها لقطات كتيرة مهمة الحراس المرمى يعني سواء سربية او ايجابية. طبعا الهدف صعب. ده. عشان بس ايه يعني يعني اه هدف هو طبعا الشناوي الكرة تحطت في الارض وراحت صعبة قوي. مجريت يعني. انما طبعا امشي امشي اول ما او او الكورنر بترفع اوقف. او لا والكورنر بترفع. والكورنر رجلو. بس. اوقف. يلا. بص. المكان اللي واقف الشناوي ده انا شافه كتير. اه. لانه خد بالك بياخد دي تاني بياخد دي ايه بيرجع. صح. عشان يقرب من خط المرمى بيكون كل راجل كرة دي لو قريبة تبقى صعب. انا عايز يبقى تحت شوية كمان. يبقى تحت اتنين يارضة كمان او يعني يرجع على الجن ورا شوية. اه طبعا. لانه هو بيرجعها. صح. امشي بقى كده. بص الشي اللي هو بيعمل ايه. لازم يبقى قريب من خط المرمى. بص اه خلاص. بص كل ده بيرجع. 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 انا مش هيقص بقى كابت الكريم. اه. هو في حالة رجوع. يبقى في حالة حركة. وكورة وصلة الراجل على دماغه. صح. هنا في مشكلة. صح. لازم يكون واقف من بدري. وليس كورة ما تحطتش. ما تحطتش. ما وصلتش الدماغ الراجل. عشان في اخد اكش. فهو مش هيقف. ويبقى فيها في وضعية ثبات. اللي ازا كان مسلا شايف حضرتك الضل بتاع الضل العرضة. الضل العرضة اللي تحت ده. اللي عالارض. انا عايز بتمركوزه وبقى في الحتة دي. يبقى كل الموضوع انه هيرجع يرضى ونص. وهيكون واقف قبل الرجل ده ما يحط الكورة ايه. يحط الكورة بدماغه. يبقى في وضعية ثبات مية في المية. لان هو لو لسه بيرجع. اه. والراجل حطاه بدماغه. مش عارف تعمل. هيبقى تبقى صعبة عليه. لانه في حالة ايه? في حالة حركة. تمام. ناخد اللي بعد. انما هي صعبة طبعا على الشيء. صعبة. صعبة جدا يعني. دي بقى الكورة اللي هبنتكلم عليها دي كورة صعبة جدا جدا جدا. جدا. صدق. ودي اخب بالك دي في الديقة مية وعشرين. اه. او كتعدت مية وعشرين كمان. صح. مية وحد وعشرين. مية وحد وعشرين حاجة كده يعني. فالكورة دي بصوا بصوا بصوا. هوا هنا عمل ايه? رجع نزل على القائم هناك. امشي بقى امشي معي كده يا عطي امشي. كمان. بص الشنوى خلص مش بتاعته. رجع خل القائم في كتفه. اه. وبعدين عمل ايه? فرد ايديه للاخر خالص. وكورة عمل البلد في ايديه في الارض. وطلعه زي ما انت شفت كده. صعبة جدا. ايه برضو جاي له على رجله. انا اصلا ما يرفش ياخد خطوه. خلاص. لا مستحيل. هتبقى صعبة عليه اوي. اه بش خط هو يستخدم جسمه بقى. اه طبعا بص فرد فرد ايديه يا كابتن كريم. فرد ايديه للاخر. اه اه. فطبعا من كورة الصعبة اوي اوي اوي. دي اللي كسبت البرامت. صح. يعني دي اللي وصلت برامت ضربات الجزاء. وضربات الجزاء هو اتعمل معا. طبعا. فيه ضربات الجزاء مهم اوي اللي هي بتاعت احمد سيد زيزو. ايوة. عشان بس احنا لما بنقول. اه. لما بنقول يا كابتن كريم. اه. 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 لا. لا. دي شي كبير. لا. لا. دي شكبير. لا يا جماعة ضربة الجزاء بتاعت احمد 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 مصطفى زيزو. اه احمد مصطفى زيزو. اه. دي طبعا هو احل. يعني افضل ما في. ان هو بيوقف لاخر اللحظة. ما بيستعجلش. وهو هنا طبعا وقف لحد ما شكباله قرب. كان مقت كامل هيجيب لنا احمد 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 مصطفى. بقول دايما بقى الحارس المرمى في ضربات الجزاء. كان دايما بيبقى عنده ثلاث زاوية دلوقتي. مش زاويتين اتنين. اه. هو بيلعب على يمين وشمال. وممكن تتحط فين. في النص. في النص. في النص. دي طبعا. اه طبعا. يعني من كم سنة كده. صح. يعني عمرنا ما كنا بنسمع مسلا دربة جزاء تحط في النص. لا. يا حارس المرمى بيجري يمين او بيجري شمال. ص فعشان كده لو لو جده مثلا الراجل وقف. يعني توقع ان اللعيب يحطها في النص. توقع ووقف. آه. فممكن يمسكها هو ايه. وقف بيجري شمال. بأي. مهم مش هادئ. هنا بقى هنا بقى. هنا بقى. خلى شناوي يتعامل معها. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� امشي بس واحد واحد لحد بالشنوي ينزل للأرض وكل سي موصلتش لأنها راح بطيئة قوي امشي امشي كمان وكرة مشي برضو امشي امشي كمان يا عطية اقف كمان 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 اقف بقى هنا اقف لا اقف بص يا كابتن كريم لقطة مهمة جدا لا ارجع سنة ارجع سنة صغير اه بس لا هو على الأرض وإحمد الشنوي وصل للأرض بس اقف بص يا كابتن كريم بص الكرة دي لو قوية اللي خلا الشنوي يقوم ويعمل رأكشن تاني انه جسمه وصل فين في الأرض الأرض اللي لو لسه في الهوى ازاي هضرب الأرض ويعلى هو السؤال انا لو لسه في الهوى مستحيل هقدر اقوم تاني ما انا في الهوى هجوئ بايه اللي خلاك الكرة دي تطلع عن الشنوي أصلا ووصل للأرض وكرة لسه معدد بص الكرة فيهما عددتش الستة لسه فطبعا الكرة لما وصلت بقى كان هو عمل إيه؟ كان عمل ضرب الأرض ضرب أرض بجسمه وإيديه إيدي الشمال بص وقام بدأه انت اتوخذ بالك من اللي أنا بقوله يا كابتن كريم نقطة مهمة قوي اللي خلى الشناوي يقوم يلعب الكرة تاني إن في الأولى وصل الأرض وكرة راح بطيئة جدا 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 فقدت فرصة إن الشناوي يضرب الأرض بإيدي الشمال والجزء الشمال كله بتاع فاخته الشمال ويقوم يتعامل معها تاني ممتاز هات اللي بعدها بص وصل الأرض صح لما وصلتش الأرض ما كانش ينفع أبدا إن يعمل الأكشن اللي عمله الشناوي ده